بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك معربا عن خالس التهاني بأصدق الأمان للرئيس السيسي بهذه المناسبة العطرة وقال وزير الداخلية إن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا للمزيد من البذي والعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه يستهدف فيها بناء التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبعث وزير الداخلية تهنئة بمناسبة عيد الأطحى للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث توفيق برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام